مونة أهلاً وسهلاً 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 عليكم عليكم السلام ورحمة الله إزاحك يا سيدة دعائح يزاك الله عنا كل خير الله يكرمك تفضّلي يا سيدة مونة بصي حظتك أنا عايزة من الدخلة أنا عايزة أنا مش قادرة سامح مش قادرة سامح خالص أنا عايزة أقولك أنا أبوي يا راجل مقدر جداً جداً أبو في حياته مصرف عليّ أنا ورقتي لا بس نبش على بنات لا عايزة تقالي إنه راجل صعيبي لا عايزة تقالي يصف علي بنات وأنا على زوجته قال لي يا أمي والتزاوض من أخرى عشان تجيب له الولد اللي هو اللي يقش وأنا مش قادرة سامح بس كنت في أمي للأياء قلت له أنا أحذب عليك دخل جابني السفحة من هو قال لي تفضّلي خذ حذبني عليك فطريت رضب عني قلت له والله ما تصلّت عليك يا ملا يا خاطف وأنا يرحمك لكن رضب عني أبو قال أنا عمي في حياتي ما كان عندي قب والدعوة استجيبت أبوي عايش وأحيا يرزق أنا في يوم من الأيام كنت محتبة حقنة أنسولين في الشهر 100 جنيه وهو فويده فويده في الشهر الواحد تزيد عن 20 ألف قال لي أولاية جاز وأدام أولاد أخته طب أم المين أم المين اللي يصرف عليك يعني أنا مش أنا طول عمري أمي اللي هو حماية كانت أمي اللي هو حماية يعني في مشترمة وكانت يشتغل كانت مديرة حسابات مستشفى خاصة وكانت ستة على خلق وعلى دين ببقى كانت ملقبة في شغلها بالشيخ الشعراء والكترمية إن شاء الله تبارك الله الله يرحمها كانت ورقة جدا 样ة هي اللي كان بتصرف عليك ؟ كانت علي أنا وأختي summar이 أنا وأختي وهي رضية من رأة ولما جابت حكا من أهلي حكا من أهليها قال لهم بابني مستقبل ليها والبنتها geggen l primero فيديد من فأخرiffش وهو معاه وأنا تعجب فجأ لهم أنا بابني مستقبل ليها والبنتها فالناس كلهم lö أخوه وخالها راح قالول ول CALبيبني وروس أبأكد بابني مستقبل ليك والبنتك وأول ما بقى محمد فرغالي وبقى يعني حلقة ايامة مع فلوس مع دخل قوي راح اتدول عشان يجيب الولد اللي يقش جاب ولد خلي فولد جاب ولد بس الولد سبحان الله هو اللوت عنده زهيمر وعنده دمور مؤقت في خلايا المخ ابنه ابنه قفل عنده 14 سنة ضربه يعني لنا عارفه هو اللي حتى ابنه ضربه زوجته كانت مختطفا اللي ابن ضربه انه بقى مفايده بتنزل كتير والست قد تاخد فلوسه مهم الست كانت مختطفا وكانت واغداموش تجزاء عندها في مكان عندها مهم احلى جبنيه عن طريق انا واختي حتنا ازينا بقيت بعضه ورفعنا قضية حاجر عليه مهم قابلناه في المجلس في النيابة الحزبية صو عيته قال انا عايز بناتي انا عايز ولادي لان عشو مفتوح بالموص الولد ضربه بالموص هو طفل وممكن تقولي ما كانش يقصد بس لها حركة لاحي راضية بس لده كان شوفي ربك عمل ايه ودلوقتي بقى بنته اللي هي اختي اللي هي كان توقع عليها الظلم زي زي اخب اللي هي اختي عملت نفس اللي هو ذاتي اللي ما اكتشف يعني فيه مبلغ كافي البنك قال ده بتعمونة ومروى ولده لتين باقتي استقلت ان انا كنت كان عندي كورونا وكنت في المستشفى اخذت الراضي واشحبت المبلغ واخذت الرمس وقايت لي ملكيش ولا ملي برضو ايه لعينا ايه تجوزت دي جوزت موكت السلساء حد فيكو تجوزت موكت سلساء حد فيهم تجوز موكت سلساء انت بتجوزة وقالا وصلها لن سمحكي ولم سمح ابوكي على الرغم اللي ابويا طلعني من جزء غزبا عني منظمني انا وقع علي زلم شديد انا عارفكة بطرة رجلي وفخذ الرؤية واختي دي ما نوردنيش كباية مية موافدش جنبي طيب انت عايزة فضلت الشيخ يوجه لهم كلمة يريت يورلو ان حقي حقي بلوش ابويا وحقي بنافقتي من ابويا النبقة انا اطعمت ان انا طلع يعني انت مطلقة يا فندم دلوقتي مطلقة ايوة ابويا طلعني غزبا عني عندك اولاد عندك اولاد بس ما روح عليه ما عنديش ما عنديش الحمد لله حمد لله لم ارزق واسبوني واحدة فقد الرؤية انا فقد عين من 20 سنة والعين التانية ما شوف بها خائرات امال بتصرفين منين يا فندم دلوقتي بس بتصرفين ايه من عاش امي الله يرحمها شطرتني وهي عايشة وهي ميتة اوه يرحمها ويحسن انيه ويجعل الجنة مسوعة يعني اختك وباباكي بقوا حزب ضدك لاتنين لاني ابويا دلوقتي لا حاله لا ولا قوة وحاليا لا حولة لا هو ولا قوة ورضى عنه القلب ولكن اثر فقسه مازال موجود يعني لو كان ليه راجل ما كانش تيني عمد فيها كده طب انت يا فندم اسماعيني بس بالله اسماعيني بس اسماعيني اسماعين ما حاولتش تروح كده تصالحي بابا وتبوسي ايده ورجله وتصارضيه كده بيش حد من ولاده وقف جنبه قده وهو زب نفسه اصحابه المخربين او نازه بيقول انه هم بيقول انه اطيب بنت في ولاده كنت انا مونة انا يومنا كان بيحسن مشكلة بينه وبنت زوجته كنت انا بروح انا اللي اصلح كنت انا اللي دايما انفضعته كنت اعرف واحدة دي بس هو كاوه بيقول اقابي عيت وانا بخيله هو الراجل يقول انا مريض بالبخل كان بيعيط يقول انا مريض بالبخل غضبن عني مش قادر وانتو كسبتوا قضية الحجر يا فندم لما اختي رحت مرجيتي تتميلا قالت ابو يا فندم لما قابلناه بالنيابة الشزبية هو عيت وانا عريضة رش مع بناتي طيب وميش رقائق رحت اختي يا رتيق ابو يا معايا ورش رش معانا خالص اكمل ليه انتي مش قادرة تسامحي خالص مش قادرة مش قادرة مش قادرة مش قادرة حتى يعني بصي امسط حاجة خلاني حتى بقريانا من غير راجل من غير حد يكون جنبي حتى وانيس دي يعني اخر حاجة هو عمل ايه 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 وقتانت يوم عيب الفطر اللي فاتنا اللي قبليه كان جواب صحته دخلت كنتاني لسه بترة رجلي مريش كتير بترة رجلي مطمم ان زوجي طلقني بدرجة بقى زوجي يقوله والله ما هتفهمه فيه با يقوله انت مش هتيلو دراما طلقني اطلقها طب انت لا تطلقني منه او لكن تنخيص على العفش اللي انا عايش عليه لحسن انا اموت وزوجي ياخده طب انت لا جبتش في العفش ده الشاي ده كل ده جهاز امي وحاجة امي اللي جارتهولي طيب يا مونة حاضر فاضلت الشيخ هيرد عليكي قصة مأساوية غريبة بس بعد فاصل قصير انا اتصلت قبل الفاصل وحكت قصة مأساوية لما يبقى الاب بالسند يقول لها حقنة الانسولين اللي بمئة جنيه قول لها ولعي يعني هي تتعامل ازاي وهل مطالبة انها تسامح بعد كل بتر رجلها مش عارفة لوحدها ما فيش جنيه بتاخده بص يا فندم احنا في علامات الساعة بصراحة بس احنا سمعنا من طرف واحد ما يعني احنا يعني هنحسن الظن رسالة احنا بنرد على ما وصل الينا رسالة لكل اب ظالم ورسالة لكل اب جاهد ورسالة لكل اب بيبخل على زوجته وعلى اولاده بقول لك حضرتك ان مدت على ذلك وتعمدت هذا فانت من اهل النار يا مولانا ده كلام ايوه ما ليش علاقة ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الاهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة الا شوفوا تاني يوم حرم الله عليه الجنة يأخذ كل جنيه بتنفقه وكل لقمة وكل لبس بتجيبه لأولادك ان نويت به أجر لك به صدقة حتى اللقمة تفهم امرأتك وخاصة يا سيد دعاء لو كان الأولاد بنات يا ابو البنات يا بختك يا حظك يا سعدك يا هناك ليه سيدنا النبي قال من رزق بثلاثة منهن كنا له حجابا من النار فقام الرجل وقال له ولو كانوا اثنين قال له ولو كانت اسنتين فقيل ولو كنا سألنا عن الواحدة لقال ولو كانت واحدة إن أحسن تربيته فهو دا كان عنده حجاب من النار ولكن فرط فيه ويقوم ربنا يوريهم فيه في الدنيا قبل الآخرة هي شافت ابنه ابنه يقوم يضربه وييجي أعزكم الله معاق ومرأته تضحك عليه وتاخد فلوسه وتحبسه زي ما قلنا كده فأنا بقول الحقوق عند الله لا تضيع وقلنا قبل كده وإن كان قضيبا من أراك دي رسالة لكل أب وهي إيه تلفلسل اللي كانت معاق إيه قيمتها عملت له إيه ولا لها قيمة ولو هو مليونير حتى ولا لها قيمة وإن مدتش لأولادي أنا بجري واتعب واشق عشر ميه هي بتقول الفايدة بتاعته في الشهر فوق العشرين ألف عشرين ألف آه فطبعا هو عنده ملايين إنما الفكرة بس هو أب جاحد كده جاحد وظالم آه جاحد وظالم يا بقى الملايين دي عملت له إيه دي واجه ولا حاجة وضيع الأمانة جاحد وظالم أي أب يعمل كده وضيع الأمانة حتى لو عمل كده مع الصوبيان يا فن طيب هي من حقها كانت ترفع حجر فعلا آه من حقها إن كان الكلام اللي إحنا سمعناها صحيح آه طبعا حقها لأنه واجب يا فندم الإنفاق على الأولاد واجب على الأباء وخاصة لو كانوا بنات لحد ما تتجوز دي نقطة نقطة تانية بقى بنادي على كل ابن وكل بنت أبوه ظلمه حاول مش أقول سامح لا مش أقول مسامح هنا إنه ده القلوب بهاد الله بقول حاول تبره حتى ولو بكلمة حتى ولو بزيارة ولا تقابل السياء بس يعرف إن الموضوع صعب ولكن الأب أب حتى ولو كان كافرة